موسيقى الرئيس السيسي يهنؤ الشعب والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مع احتدام المعارك موسكو تعين قائدا عما جديدا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال قمتهم ما في براغ تصاعد وطيرة الخلاف الأوروبي بشأن تحديد سقف الأسعار الغاز وحوزم الإنقاذ السادسة مساء في القاهرة الرابع بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهناءة إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وفي تدوينة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي أنه في هذا اليوم أشرق نور النبوة الخالد على الإنسانية بأكملها فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام مؤكدا أن النبينا الكريم صلى الله وسلم عليه كان نموذجا فريدا في الفضيلة ودع رئيس السيسي إلى ضرورة جعل هذه الذكرى العطرة نبراصا ومنهجا وقدوة تقوي من العزائم والإرادة في بناء الحياة والمستقبل تقدمت سيدة انتصار السيسي قرينة سيد رئيس الجمهورية بالتهنئة إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وفي تدوينة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوضحت سيدة انتصار السيسي أن هذه المناسبة المباركة نستلعم منها أسمى معاني الرحمة والمحبة والتوضع والإرادة الصادقة دعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات على وطننا الغالي مصر استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الحق والعمر السعودية توفيق بن فوزان الربيعة الذي يزور القهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية المصرية والحق والعمر السعودية فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحق وأكد وزير الداخلية الحرصة على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحق والعمر بالمملكة بما يسر على قاصد بيت الله الحرام من الحجاج المصريين أداء مناسك فريدة الحق على الوجه المأمول من جهاته أعرب وزير الحق والعمر السعودي عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنويا للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحق المصرية فضلا عن تطلعه للتعرف على المعوقات التي قد اتواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحق وأي مقترحات لتزليلها وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت من ضبط 454 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 101 طن من المواد الغذائية خلها لـ 24 ساعة وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 12 طن في مجال الاستلاء على السلع المدومة وضبط قرابة 90 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسزيدة من السعر الرسمي لاستلع الغذائية إلى جانبي ضبط 718 قضية من بينها 46 قضية خبز ناقص للوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال قضايا المخابز كذلك تمع ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت قرابة 186 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون تمكنت الأجهزة المعنية الأمنية من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 28 قضية بيع استوانات بوتجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 9667 استوانات بوتجاز وضبط 25 قضية مواد بيترولية بمضبطات بلغت 477 848 لتر مواد بيترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 11167 قضية سلع غزائية وتموينية بمضبطات وزنت أكثر من 3482.5 طن سلع غزائية وتموينية متنوعة وكذلك ضبط 5019 قضية مخالفة للمخابز بمضبطات بلغت أكثر من 133.5 طن كما تم ضبط 8 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت قرابة 80.5 طن سلع غزائية متنوعة وتم ضبط 2829 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبطات بلغت أكثر من 665.5 طن كما تم ضبط 252 قضية استيلاء على الدعم بمضبطات بلغت ما يزيد على 55 طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبطات بلغت أكثر من 98.5 طن أسمنت و10 طن حديد تسليحة كما تم ضبط 111 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز والشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب بمضبطات بلغت ما يزيد على 1067.5 طن أرز شعير كما تم ضبط 189 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبطات بلغت 129.401 عبوة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 855.230 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 272.567 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4621 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 223 سائق منهم كما تم المرور على 69 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 607 من سائق حافلات المدارس تبين إيجابية ثلاث حالات كما تم فحص 306 مركبة وتبين عدم مطابقة 20 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 328 سيارة و45 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 8389 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1016 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1260 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3061 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3164 مخالفة ملصقات وضبط 41 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1284 قضية ومخالفة أبرزها حياذة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 86123 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 70.907.079 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 396 قضية من بينها 235 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ومائة وإحدى وستون قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 52 قضية بقيمة مالية بلغت 116.799.950 جنيه وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2650 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليار و608 مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7.755.732 جنيه في الملف الروسي الأوكراني أصدر رئيس روسيا فلاديمير بوتين أمرا بتشكيل لجنة حكومية إسراء وقوي حادث على جسر القرن وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن بوتين طلق عدة تقارير من عدد من المسؤولين الروس والقادة العسكريين والأمنيين قبل أن يصدر تعليماته بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة أسباب ما حدث وإزالة أثاره في أسرع وقت ممكن وفي المقابل المحت رئيسة الأوكرانية إلى مسؤولية روسيا عن الانفجار الذي خلف أضرارا في جسر القرن وأوضح ميخيل بوضلياك مستشار رئيس الأوكرانية أن المؤشرات التي تم رصدها تؤكد أن الشاحنة التي انفجرت دخلت الجسر من الجانب الروسي متهما موسكو بالمسؤولية عن الحادث هذا وقد استؤلفت حركة السيارات على جسر القرن بعد تعطله بسبب الانفجار الذي لحق جرأ شاحنة مفخخة مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وكانت لجنة التحقيق الروسية في الحادث قد أعلنت مقتلى سلسة أشخاص مضيفة أنها توصلت لتفاصيل عن الشاحنة المتسببة بالانفجار على الجسر تتوالى التطورات الميدانية في خضم الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر وجاء حادث جسر القرن الرابط بين شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى سيادتها في عام 2014 ليمثل نقطة تحول قد تكون مفصلية في الحرب لا سيما بعد ضم روسيا أربع مناطق من أوكرانيا وكالات أعلام روسية قالت أن نارا اشتعلت في سبع قاطرات صهاريجة على السكك الحديدية كانت متوجهة إلى القرن عبر الجسر بسبب انفجار سيارات مفخخة وهو الجسر الذي تم تشييده بعد ضم شبه الجزيرة للسيادة الروسية ويستخدم لنقل تجهيزات عسكرية للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا وبالتحديد في المناطق الجنوبية اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قالت أن الانفجار على جسر القرن أدى إلى تضرر مسارين من طرقات الجسر مضيفة أن قسمين من الجسر البري انهار جزئيا لكن الممر المائي عبر مضيق كيريتش الذي تنتقل من خلاله استفن بين البحر الأسود وبحر آزو لم يتضرر بدوره أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتشكيل لجنة حكومية لكشف الوقائع والوقوف على أسباب الحادث وإزالة تداعياته بأسرع وقت ممكن خاصة بعد اتهام رئيس مجلس القرم فلاديمير كونستانتينوف من سماهم مخربين أوكرانيين بالوقوف خلف الحادث على الجانب الآخر قال ميخايل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن هذا الحادث هو مجرد بداية لكنه لم يعلن مسؤولية القوات الأوكرانية عن الانفجار وأشدد على ضرورة تدمير كل شيء غير قانوني في شبه جزيرة القرم وإعادة المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا إلى سلطة كييف وترد الروس من كل تلك المناطق مما ينذر برد روسي قوي ربما يحمل في طياته تداعيات كبيرة على الصعيد الدولي أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين الجنرال سرغي سوروفيكين قائدا عما جديدا للعملات العسكرية الروسية في أوكرانيا يأتي هذا الآلن في أقابي ما ورد عن إقالة موسكو قادت إسنتين من المناطق العسكرية الروسية في وقت سابق المناطق العسكرية الروسية الروسية 27 سنوات قد تسيطر عليها موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن القصف الذي تسبب في قطع خط الطيار الكهربائي المتصل بأجهزة التبريد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا عمل غير مسبوق أو مسؤول بالمرة ودعت مجددا إلى إنشاء منطقة حماية للمحطة وذكرت الوكالة أن المحطة تعتمد الآن على مولداته كهرباء تعمل بالوقود مشيرة لأن مديرها العام رفايل جروسي سيزور روسيا وأوكرانيا قريبا لمناقشة إنشاء منطقة حماية للمحطة قال وزير الخارجية الروسي سيرجيي لفروف إن سياسة روسيا النووية زاد أهداف دفاعية بهدف الرضع فقط وأكد وزير الخارجية الروسية التزم موسكو بالبيان الذي أدل به قادة الدول النووية الخمس في السالس من يناير الماضي مشيرا إلى أن روسيا لا تقبل تهديدات الغرب فيما يتعلق باستخدامها المحتمل للأسلحة النووية كما أضف لفروف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيد الأول من وقف سرايان الغاز في خط نوردستريم بين روسيا وأوروبا لافتا إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بالإضافة بالقوى للمنافسين في سوق الغاز الطبعي في أوروبا إلى ذلك قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبراخت إن حلف شمال الأطلسية يجب أن يبذل المزيد من الجهد في سبيل الأمن المشترك لحماية نفسه من الأفعال المحتملة التي قد تقدم عليها روسيا وخلال زيارتها للقوات الألمانية المنتشرة في ليتوانيا شددت لامبراخت على ضرورة فعل المزيد من أجل الأمن المشترك لدول حلف النيتو مشيرة إلى ما قالت إنها تهديدات روسية لليتوانيا خلال تنفيذها عقوبات أوروبية على الحدود مع منطقة كالنينجراد الروسية تتواصل الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبية بشأن طرق التعامل مع أزمة الطاقة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ومع اقترابي فصل الشتاء تختلف الدول الأوروبية فيما بينها بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز أو الاعتماد على مقترحات أخرى لحل أزمة الطاقة وسط استمرار للتداعيات السلبية للأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا تصاعدت وطيرة الخلافات بين قادة دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة حيث اتهمت بولندا ألمانيا بالأنانية في طريقة تعاملها مع أزمة الطاقة المتوقعة في فصل الشتاء بسبب ما يقول رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مرافيسكي إنه إنفاق سخي من ألمانيا يقدر بقيمة 200 مليار يورو على الإعانات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة مكررا الإشارة إلى المخاوف من فجوة مالية بين دول غنية قادرة على الإنفاق على الدعم المحلي وأخرى فقيرة لا تستطيع وتطالب غالبية دول الاتحاد الأوروبي باقتراح حد أقصى لأسعار الغاز إلا أن التفاصيل تظل محورا للخلاف بين الدول الأعضاء في التكتل إذ تسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط ويعد وضع حد أقصى لأسعار الغاز واحدا من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية وذلك للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا التي كانت توفر 40% من احتياجات أوروبا ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها خلال العام الجاري فإنها لا تزال أعلى بأكثر من 200% مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر من العام الماضي وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار خشية أن يعيق هذا الإجراء شراء الغاز الذي تحتاج اقتصاداتها ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك على الجانب الآخر تحدث رئيس الوزراء الشيكية بيتر أفاليو على وجه التحديد عن وضع سقف لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء فيما قال نظيره اللاتفية كريس يانسا كارينسا إن الحد الأقصى سيكون عظيما إذا كان بإمكان الاتحاد الأوروبي ضمان الإمدادات من المنتجين بدوره أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن أمله في أن تؤدي المناقشات بين القادة الأوروبيين إلى اتفاق خلال اجتماعهم القادم خلال العشرين والحادي والعشرين من أكتوبر الجاري والذي ربما قد يمثل فرصة أخيرة للأوروبيين للتوافق فيما بينهم قبل فصل الشتاء القارس الذي يشي بمصاعب غير مسبوقة أكدت الحكومة الفرنسية أن نحو 15% من محطات الوقود الفرنسية تعاني نقصا مؤقتا في نوع واحد أو أكثر من المحروقات هذا وحست السلطات الفرنسية المستهلكين على عدم القلق على الرغم من ذلك توجه باريس موجة من شراء المحروقات بدافع الظعر خشية من نفذ الوقود بالمحطات تواجه فرنسا العديد من المشاكل الاقتصادية وأخطرها نقص المحروقات الذي أدى إلى مشهد بات مألوفة فإما قادة سيارات ينتظرون في طوابير لملء خزنات مركباتهم وإما محطة وقود مغلقة مؤقتا بعد نفاذ مخزونها هذا وأكدت الحكومة الفرنسية أن السبب الرئيسي في تلك الأزمة يرجع للإضربات التي اكتاحت معامل تكرير الوقود الفرنسية مما يجعل الحياة صعبة على سائق السيارات في منطقة باريس وأماكن أخرى وأشرت أيضا الحكومة الفرنسية إلى أن نحو 15% للمحطات الوقود الفرنسية تعاني نقصا مؤقتا في نوع واحد أو أكثر من المحروقات هذا ونفذ المخزون في العشرات من محطات الوقود بمناطق عدة في فرنسا لا سيما في باريس والشمال بعد أن تم إغلاق أربع مصاف من أصل ثمان نتيجة إضراب العمال لديها وقد أثر تفاقم الوضع على الحياة اليومية للسكان في البلاد مما يثير القلق والمخاوف من الأيام المقبلة إلى ذلك تواجه باريس موجة من الشراء بدافع الضعر من قبل بعض من يخشون نفاذ الوقود من المحطات مما يفاقم المشكلة بالرغم من أن السلطات تحث المستهلكين على عدم القلق أظهرت بيانات حكومية تراجع الطلب الشهري على الوقود في الهند في شهر سبتمبر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر من عام 2021 وانخفض إجمالي الطلب الشهري في شهر سبتمبر ثلاثة وستة من عشرة في المائة عن أغسطس الماضي على الرغم من ارتفاعه ثمانية وواحد من عشرة في المائة مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2021 وأرجع خبراء السبب في انخفاض الطلب الهندية على النفط لأسباب من ضمنها الصيانة الموسمية للمصافي نشرتنا متواصلة معكم وفيها كوريا الشمالية تدفع عن تجاربها الصاروخية الأخيرة وجارتها الجنوبية تبحث مع واشنطن وتوكيو سبل المواجهة دافعت كوريا الشمالية عن السلسلة الأخيرة من تجاربها الصاروخية مؤكدة أنها رد مشروع على تهديدات عسكرية أمريكية مباشرة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن ويأتي ذلك في وقت اعتبرت فيه واشنطن وتوكيو وصل تلك التجارب تهديدا خطيرا للأمن والسلم وتأتي عمليات إطلاق الصواريخ في عام شهد عددا قياسيا من التجارب على أسلحة أجرتها كوريا الشمالية التي أعلن زعيمها كيم جونغ أون أنها قوة نووية وأن هذا الوضع لا رجعت عنه واضعا بذلك حدا لاحتمال إجراء محادثات لنزع السلاح النووية أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينج أن الوضع الرهن في شبه الجزيرة الكورية معقد وحساس ومن الدروري استئناف الحوار للتهدئة وأضافت أن صين تأمل في أن تتجنب الأطراف المعنية إثارة الأقوال والأفعال بهدف تهيئة ظروف لاستئناف الحوار كان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ليتشاتشو قد دعا منتصف الشهر الماضي كوريا الجنوبية والصين إلى تعزيز التواصل السنائي وتفعيل عملية الحل السياسي لقضية شبه الجزيرة الكورية وذلك من خلال القيام بدور النشط أعلنت شركة السكك الحديدية العلمانية أن تعطل شبكة القطارات شمال البلاد ناتج عن عمل تخريبي في الكبلات المتصلة بخط السكك الحديدية وقال وزير النقل بولكر فيزينك أن الشرطة للتحادية فتحت تحقيقا في الحادث واضف أنه من الواضح أن هذا كان عملا متعمدا مشيرا إلى أن الحادث تسبب في توقف حركة القطارات لأكثر من ثلاث ساعات أعلنت وزارة الخارجية التايوانية أن عضوة الكونغرس الأمريكي إيدي جونسون ستصل إلى تايوان الأحد القادم في زيارة تستغرق أربعة أيام تحضر خلالها الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية الصين وستشارك جونسون وهي رئيسة لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب الأمريكي في فعاليات العيد الوطني للصين في تايبي يوم الإثنين القادم كما ستلتقي مع رئيسة تايوانية ووزيرة الشؤون الرقمية وكانت الصين قد فردت في أغسطس الماضي عقوبات على سبعة مسؤولين تايوان لدعمهم انفصال الجزيرة كما تأتي هذه العقوبات عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان مطلع نفس الشهر قد دفع التابكين إلى إجراء مناورات عسكرية بالذخيرات الحية في المياه المحيطة بالجزيرة حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش من أن تبعات الفيضانات الكارثية في باكستان ستظل باقية لسنوات قادمة وفي كلمة ألقها جوتيريش أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة شدد على أن الاحتياجات الهائلة تتطلب دعما هائلا مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعملوا مع حكومة باكستان لعقد مؤتمر إعلان التبرعات بهدف تقديم دعم ملموس لجهود الإصلاح والتعمير في باكستان لا تزال الآثار السلبية للتغيرات المناخية تلقي بظلالها على معظم دول العالم ففي باكستان أودت فيضانات بحياة 1700 شخص ودمرت مليوني منزل وغمرت ثلثة مساحة البلاد وإذا هذه الكارثة دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الدعم المالي لبلدان النامية لتمكينها من مواجهة التغيرات المناخية وعلى رأسها دعم باكستان التي شهدت فيضانات تاريخية وقد أشارت الدول الـ 193 الأعضاء في الجمعية العامة إلى ضرورة تحسين الوصول إلى تمويل دولي للتحرك المناخي لمساعدة البلدان النامية خصوصا الضعيفة في مواجهة الأسار السلبية للتغيرات المناخية في التأقلم مع هذه التغيرات وتخفيف وطأتها من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش أنه يعمل مع الحكومة الباكستانية من أجل تنظيم مؤتمر للمانحين على أعلى مستوى من أجل توفير دعم ملموس لجهود إعادة التأهيل وإعادة الإعمار مشددا على أن هذه الكارثة ليس السوى مقدمة مشيرا إلى أن الفوضى المناخية تقرع حاليا باب الجميع في العالم كما دعا جوتيريش إلى جعل مؤتمر تغير المناخ كوب 27 المزمع عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ مساحة للتحرك الجدي على صعيد الخسائر والأضرار مضيفا أن المؤتمر يجب أن يوفر وضوحا فيما يتعلق بعمليات التمويل الحيوية من أجل التأقلم والصمود أمام التغيرات المناخية ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم إرجاء عقاد أول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات إلى 18 من أكتوبر الجاري هذا ولم تؤدي الحكومة اليمينة الدستورية بسبب اعتراض أكثر من 40 نائبا وقالت وسائل أعلام محلية أن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بالتحقيق في أحداث القصف على الأراضي العراقية وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس أن الحلبوسي وجه لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابية تانيين بالتحقيق في كامل أحداث القصف على الأراضي العراقية بتنصيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان العراق لمعرفة إجراءاتها بهذا الشأن مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على أن تقدم التقرير إلى مجلس النواب وقال الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب العراقي إن العراق سيقدم خلال اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي بدا طارئا للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات وتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي دشنت مصر برنامج المتطوعين المشاركين في تنظيم مؤتمر قمة تأدوة للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 الذي تصديف فعلياته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم وانطلق العد التنازلي لمؤتمر كوب 27 حيث تتجه أنظار العالم نحو مدينة السلام بداية من 6 من نوفمبر القادم وحتى 18 من الشهر نفسه حيث يكتمع قادة العالم بالقمة التي تحضرها 197 دولة ومسؤولون رفيع المستوى في الأمم المتحدة كما يحضرها ألاف من النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم من أجل نافذة جديدة لمناقشة تغير المناخ وما تفعله هذه البلدان لمواجهة هذه المشكلة وتدعيتها هذا وتقدم مصر نموذجا جديدا في تنفيذ مبادئ التطوع وخدمة المجتمع والمشاركة في العمل العام في ظل حرصها على الاستثمار في البشر باعتباره محورا أساسيا لتحقيق التنمية والنضوغ للعملية الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر تابع رئيس هيئة الرعية الصحية أحمد السبكي أخرى مستجدات التطوير وتجهيزات الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتحويله إلى أول مستشفى أقدر في مصر جاء ذلك تزامنا مع الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 كما تفقد السبكي أعمال مشروع رفع كفاءة الطوارئ والرعايات المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي للمشاركة في التأمين الطبي للمؤتمر ضمن قطة وزارة الصحة وشددها على الانتهاء من أعمال التجهيزات والتطويرات الجارية في الموعد الزمنية المحددة ووفقا للمعايير والأكواد العالمية تواصل القوافل الطبية أعمالها ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة جنوب سينة حيث وصلت القافلة الطبية المجانية إلى وادي مجرح التابع لمدينة نوبعة وتقدم القافلة الطبية خدمات رعاية طبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجا بجنوب سينة حيث تضم عيادات متنقلة في عدد كبير من التخصصات ومن المقرر أن توقع الكشف وتجري الفحصات الطبية والتحليل وكذلك تقدم العلاج بالمجان أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة ابدأ لدعم الصناعة الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسماعيلية وتوفير كافة التسهيلات لها ونهوض بصناعة المصرية وتحقيق أهدافها وتهدف المبادرة لتعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعة الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع تقديم عدد من الحوافظ في صورة أراضي حق انتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات بالإضافة لتقديم الدعم اللازم لتقنين أوضاع المخالفين وتقديم الدعم المادي المناسب للمتعسرين يقدم مركز طب الأسرة بقرية الوصفية بالإسماعيلية الخدمة الطبية لأكثر من عشر قرى وما يقرب من 27 ألف مواطن وتعد الرعاية الصحية الأولية هي العمود الفقري بمنظمة تأمين صحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية جهود متواصلة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في الإسماعيلية وخلال وقت قياسي تم الانتهاء من تطوير 32 مركز طب أسرة بمراكز وقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مركز طب الأسرة بقرية الوصفية بالإسماعيلية أحد مراكز الرعاية الأولية التي شملها التطوير ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الخدمات المتاحة عندنا كمان خدمات وقائية زي التطعمات الكبارية للأطفال المركز عندنا يقدم خدمات لـ 27 ألف مواطن متوزعة لحوالي عشر قرى يقدم مركز طب الأسرة بقرية الوصفية الخدمة لأكثر من عشر قرى لخدمة ما يقرب من 27 ألف مواطن حيث تعد الرعاية الصحية الأولية العمود الفقري بمنظومة التأمين الصحي الشامل إدارة المنتفعين هي إدارة مستحدثة في هائرة الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل بتهدف دايماً لأنها تكون حلقة الوصل ما بين المنتفع ومقدم الخدمة ونتأكد أن المنتفع بيأخذ خدمته بأعلى جودة وما توجهوش أي صعوبات أو مشاكل ولو أكيده أي شكوة بيتواجه منها ونحاول لحلة فارضة نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبهوده الكبير جداً والتطور الكبير مع هيئة وزارة الصحة وهيئة التأمين الشامل وأيمين بخدمات كويسة جداً جداً من الساعة 8 إلى الساعة 8 مساءً وبعد الحجز لكشف طبي وعبر الكول سنتر يتم تحديد الموعد المناسب لكشف طبي بأحدث الأجهزة والمعدات وتشمل خدمات المركز كلما يشمل صحة المرأة والأطفال مع تقديم خدمات الأسنان وتوفير العلاج المناسب للمواطنين قام رعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة القمص يؤانس أديب بتوزيع حلواء المولد على المواطنين بشوارع الغردقة تزامناً مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كما قام بزيارة مدرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر لتسليمها كمية من حلواء المولد وتوزيعها على الحالات المستحقة لإدخال الفرح عليهم وقال وكيل الأقباط الكاثوليك إن هذا يدل على التربط والمحبة في وطن واحد على النسيج الوطني بين الأخوة في الوطن والذي رسخ مفاهيمه الرئيس السيسي هذا وتمتلئ الشوارع والميادين بمصر بحلوة المولد احتفالاً بحلول المولد النبوي الشريف فحول حلوة المولد تصنع في ربوع أرض المحروسة وتعد موسماً لكسب رزق الكثير من العاملين على صناعتها العروسة والحصان والحمصية والفولية والملبن تمتلئ الشوارع والميادين بها منذ عصور الدولة الفاطمية أي منذ أكثر من ألف عام فحلوة المولد النبوي الشريف تصنع في ربوع أرض المحروسة وتعد موسماً لكسب رزق الكثير من العاملين على صناعتها ولعل مدينة طنطا بمحافظة الغربية من أشهر المدن على مستوى الجمهورية في صناعتها وبها العشرات من المصانع التي تستعد مبكراً لتجهيز الحلوة والعمل على طرحها في الأسواق قبل الاحتفال بالمولد النبوي بنصنع بقى كل حاجة هنا يعني بنصنع علف سوداني علف سمسم وعلف حمص وبنعمل أرس أرس بردك حمص وسمسم وبنعمل مكسرات في أنواع تانية مثلاً في فواخر ماشي في أرس فوزدو في أرس بندو ماشي في لوز في باسيمة صناعة حلوى المولد النبوي في طنطا مهنة تتوارسها الأجيال منذ سنوات طويلة ومع بداية شهر الربيع الأول تنتشر شوادر وبيع الحلوى داخل مدينة شيخ العرب السيد البدوي كانت منطقة السيد البدوي كلها منطقة الحلوانية كلها وتمركزهم فكان دايماً الاحتفال بالمولد النبوي هي عضف طمية فكانت منطقة السيد البدوي هي اللي كان بتنتج الحلويات فكله كان بيتتظاور السيد البدوي ويأخذ الحلويات من هناك فبقت كده طنطا مشهورة بالحلويات ورغم ارتفاع الأسعار هذا العام بنحو 30% عن العام الماضي مع ارتفاع أسعار المواد الخام لكن تظل مدينة طنطا تتميز بأنها الأرخص سعراً والأكثر جودة في الأسواق ما هو قدم في نشرتنا أخبار الاقتصاد مع فاطيمة خليل إليك فاطيمة شكراً نادينا فكري شكراً هيب حسين أهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة تستضيف محافظة أسوان المهرجان الدولي للتمور في دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتح السيسي والذي ينعقد في الفترة من الثامن إلى العاشر من أكتوبر الجاري يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواحدة بمشاركة 114 عارضاً يمثلون 10 محافظات انطلق المهرجان الدولي للتمور على أرض أسوان في دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتح السيسي المهرجان يؤكد حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواحدة من حيث خلق فرص عمل جديدة كما أنه يساعد في زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة بنعرض المنتجات بتاعة أسوان الدفس البلح بتاعة أسوان والبلح المفروم اللي هو العجوى بتاعة أسوان والبلح المجبوس بتاعة أسوان النوع البلح فيه عندنا برتمودة والسكودي وجنديلة وهي أكثر من 7-7 أصناف ويتوافق هذا التوجه مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حالياً في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم مليونين وخمسمات ألف نخلة بمنطقتين تشكا والعوينات مهرجان التمور ده حيدينا فرصة إننا نصدر التمور بتاعتنا إن التمور بتاعتنا جافة وممكن تتحمل تسافر في إضافة إن شاء الله يعني أعملين بقى في مصنع تمور لتحديث التمور في أسوان وتلقى التمور للتصدير وتبقى فيه فاتحة خير للمزارعين بالنسبة للأسعار بتتروح ما بين 30 و20 و25 و40 كل بلحة لها السعر بتاعها وتمتلك مصر إمكانات تنافسية كبيرة في مجال إنتاج وتصدير التمور وتحتل المرتبة الأولى عالميا في الإنتاج بنسبة 18% وعربيا بنسبة 24% تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعملات الأسبوع المنقضي حيث ارتفعت تسعة قطاعات فيما ترجعت سبعة قطاعات أخرى وتصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبرصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي بعدما سجل حجم تداول بلغ نحو 518 مليون ورقة بقيمة نحو 887 مليون جنيه فيما جاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطنا في أسواق المعادن النفيسة ترجعت أسعار الذهب إلى 1700 دولار للأقية ومحليا سجل عيار الذهب 18 نحو 926 جنيه أما بنسبة لعيار 21 وصل سعره إلى 1080 جنيه وهو الأكثر مبيعا أما بنسبة لعيار 24 وصل سعره إلى 1235 جنيه أما عن سعر الجنيه الزهب وصل سعره إلى 8640 جنيه في أسواق البترول العالمية سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في خمسة أسابيع بدعم من قرار أوبك بلاس إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 ارتفع تلقود الأجلة لخام برينت بنسبة 3.7% إلى 97 دولار و92 سنت للبرميل كما ارتفع خام غرب تكسيس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.7% إلى 92 دولار و64 سنت للبرميل ارتفعت أسعار المزوط العالمين بنسبة 4.49% لتصل إلى 4 دولارات و3 سنتات للتر في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 23.21% لتسجل نحو 6 دولارات و75 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انتقدت الصين قرار الولايات المتحدة بتجديد القيود على الصدرات الأمر الذي سيزيد من صعوبة حصول الصين على شرائح الحوسبة المتقدمة وتصنيعها تأتي الانتقادات الصينية بعد قيام الولايات المتحدة بتحديث ضوابط التصدير التي تضمنت إضافة بعض رقائق الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء ومعدات تصنيع أجباه الموصلات إلى قائمتها حيث تؤكد الولايات المتحدة أن هذه الإجراءات ستحد من قدرة الصين على شراء وتصنيع بعض رقائق المتطورة المستخدمة في التطبيقات العسكرية أظهرت بيانات حكومية أن الصين سجلت نحو 422 مليون رحلة سياحية خلال عطلة العيد الوطني التي بدأت في الأول من أكتوبر وعلى مدار أسبوع من خطاض بلغت نسبته نحو 18.12% عن موسم العطلات العام الماضي يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه قطاع السياحة من القيود الصارمة التي تفرضها السلطات لمكافحة فيروس كورونا مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لهبا ودينا لاستكمل ما تبقى من السادسة شكرا لك فاطيما انطلقت فعليات بطولة السادس من أكتوبر للشترنج الدولي بمطروح والتي ينظمها لتحاد الدولي للشترنج تحت إشراف الاتحاد المصري للشترنج يشارك في البطولة 220 لعبا من 10 دول مختلفة من بينها مصر وتستمر حتى 13 من أكتوبر الجاري وتقام البطولة للمرة السادسة في محافظة مطروح وهي عبارة عن 9 جولات بالنظام السويسرية 10 دقائق لكل لعب وسيتم توزيع الجوائز على اللاعبين الفائزين بقدر بقامة البطولة من 6 سنوات والسنة هذه بتقام للعام السادس بمشاركة 222 لعب من 10 دول وهي بطولة قوية جدا وعملنا طبعا مناسبة تحتفل السادسة أكتوبر وبطولة قوية جدا ومفيدة اللاعبين المصريين وطبعا بتستمر الغات يوم 13 أكتوبر وفيه منافسة قوية ومشاركة قوية ومستوى فني وتشجيع للسياحة لمصر اللاعبين من 10 دول بيشاركوا معنا وده تأكيد الاستقرار والأمن الموجود في مصر أنا معي مجموعة حكام ممتازة من جميع انحاء الجمهورية بيتختارهم حسب الكفاءة بتاعتهم عشان البطولة قوية عاوز حكام قوية وبنبدأ احنا باليومين نهوت في المطروح نحضر للمنظر لانت حفظك شفاء دوت عشان نستيجي تلساح وجبه مبسوطة بتقام في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر برعاية السيد المحافظ مطروح ومشاركة العليد من اللاعبيين الدوليين اللاعبيين جرال مصر تصنيف عالي جدا نهاية النشرة ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار الرئيس السيسي يهنأ الشعب والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مع احتدام المعارك موسكو تعين قائدا عاما جديدا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال قمتهم ببراغ تصعد وطيرة الخلاف الأوروبي بشأن تحديد صقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ موسيقى وصلنا إلى ختام نشرة السادسة شكرا لكم وإلى لك موسيقى 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 موسيقى